بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذي ننطلق لنستكمل ما تحدثنا عنه في هذه الوحدة الوحدة الثالثة تعرفنا في فصلها الخامس طالبي وطالبتي عن التغيرات التي تحدث في سطح الأرض وقبل ذلك تعرفنا على معالم سطح الأرض تحدثنا عن المعالم الموجودة في اليابسة وكذلك المعالم الموجودة في المياه ثم بعد ذلك انتقلنا طالبي وطالبتي للعمليات التي تحدث على سطح الأرض تحدثنا في ذلك الفصل طالبي وطالبتي عن بعض العمليات التي تحدث داخل الأرض سواء كانت زلازل أو براكين أو حتى على سطح الأرض سواء كانت تلك العوامل أو العمليات تجوية أو تعرية أو حتى ترسيل هذا كان مجمل ما تحدثنا عنه في الفصل الخامس من الوحدة الثالثة بإذن الله سوف ننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا إلى هذه الوحدة وهي الوحدة الثالثة من فصلها التالي وهو الفصل السادس لنتعرف على بعض العناصر الهامة والتي تهم الأرض ومواردها لازلنا وإياكم طلابنا وطالباتنا في هذه الوحدة وهي الأرض ومواردها ننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا إلى عنوان درسنا لهذا اليوم كما تشاهدون أمامكم ما الوقود الأحفوري في البداية طالبي وطالبتي لازلنا كما ذكرنا لكم نحن وإياكم في هذه الوحدة وهي الوحدة الثالثة والتي تتحدث عن الأرض ومواردها نشاهد معا طالبي وطالبتي أنه في هذا المنظر الذي تشاهدونه أمامكم وذكرناه سابقا أن في شلالات نياغرا سوف يتدفق أكثر من 2.8 مليون لتر من الماء كل ثانية كمية هائلة جدا تمر عبر هذا الشلال وبالتالي فهذا يعتبر أحد العوامل أو أحد العمليات التي تحدث على سطح الأرض وبالتالي سوف نتعرف على بعض العمليات التي تتم على سطح الأرض سوف نتعرف كذلك على بعض ما يوجد في باطل الأرض من مكنونات وكذلك من وقود أحفوري وغيرها خلال هذا الفصل بإذن الله تعالى نشاهد معا طلابنا وطالباتنا في هذا الفصل السادس سوف نتعرف أو سوف نجيب عن تساؤلين هامين ولكن قبل ذلك نذكر قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إذن نشاهد طالب وطالبتي عبر هذه الصورة كيف يمكن حماية موارد الأرض النفط يعتبر طالبي وطالبتي موردا رئيسيا للطاقة كما نشاهد هذه الخزانات المليئة بالنفط وكذلك التي تقوم بتكرير النفط لكي يستفيد منها الإنسان بدرجات أو يستفيد منها الإنسان في حياته فبالتالي سوف نستطيع أن نتحدث عن الفكرة العامة خلال هذا الفصل وهو الفصل السادس الفكرة العامة تشير إلى معرفة ما موارد الأرض وكيف يمكننا المحافظة عليها ولكن في درسها الأول سوف نتعرف طالبي وطالبتي عن ما المصادر التي يحصل منها الإنسان على الطاقة في هذا الدرس سوف نتعرف طالبي وطالبتي على المصادر المهمة والتي يستطيع الإنسان الاستفادة منها للحصول على الطاقة للحصول على الطاقة في التنقل في التدفئة في غيرها من الوسائل التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية إضافة إلى ذلك سوف ننطلق لي السؤال الثاني وهو ما أهمية المحافظة على هذه المصادر على الماء على الهواء كذلك لكي تكون خالية من عمليات التلوث نظرا لسخدامنا لهذه المصادر إذن في البداية سوف نتحدث عن المصادر أو مصادر الطاقة ثم بعد ذلك سوف نتحدث عن الطرق والوسائل التي نستطيع أن نحافظ بها على هذه الطاقة ننطلق وإياكم بعد أن تعرفنا على هذه الصورة لمشاهدة ما سوف نتعرف عليه في هذا الفصل وهو الفصل السادس سوف نتعرف طالبي وطالبتي على عدد من المفردات في درسه الأول وهي الأحفورة ونعني بالأحفورة بأنها بقايا مخلوق كان يعيش في الماضي السحيق سبقا تعرفنا عليها في الصف الثالث الابتدائي كذلك سوف نتعرف على الوقود الأحفوري وهو مورد من موارد الطاقة هذا الوقود تشكل قبل ملايين السنين عبر بقايا النباتات والحيوانات التي دفنت في باطن الأرض إضافة إلى ذلك سوف نتحدث عن موارد الطاقة غير المتجددة وهي عبارة عن موارد يمكن أن نستغلها لكي يمكن أن نستهلكها في معدل تكوينها وتحتاج هذه المصادر إلى ملايين السنين حتى يتم إنتاجها مرة أخرى أما في الفقرة الأخيرة فسوف نتحدث أو المفرد الأخيرة عن مصادر أو موارد الطاقة المتجددة وهذه الموارد هي الموارد النظيفة التي نسميها بالطاقة النظيفة والتي يستطيع الإنسان يستفيد منها نظرا لأنها تتجدد ويمكنها أن تبقى إلى فترات كبيرة لننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي ونتحدث عن مصادر الطاقة وهذا هو عنوان درسنا وهو الدرس الأول من الفصل السادس عبر هذا العنوان طالبي وطالبتي تشاهد طالبي وطالبتي هذه الصورة لاحظ معي كيف يمكن لهذه الآلات الضخمة أن تقوم بإنتاج طاقة لاحظ معي طالبي وطالبتي انظر وأتساءل تحول هذه المراوح طاقة حركة الهواء إلى طاقة يمكن استعمالها في تحريك الأجسام في توليد الكهرباء في أعمال كثيرة جدا إذن يمكننا أن نستفيد من هذه المراوح في إنتاج طاقة عبر حركة تلك المراوح إذن كيف يمكن ذلك طالبي وطالبتي أحسنتم رائعون إذن يمكن ذلك عبر كما تشاهدون طلابنا وطالباتنا عبر تحرك ريش هذه المراوح عندما تتحرك هذه الريش بفعل الرياح فبالتالي سوف تنتج طاقة تستعمل هذه الطاقة في تحريك الأجسام وإنتاج الشغل هذه الرياح طالبي وطالبتي سوف تتحرك مع عمليات الهواء وبالتالي مع حركة الهواء سوف بذلك تنتج طاقة عبر المولدات وبالتالي يستطيع أن يستفيد الإنسان من هذه الطاقة والتي نسميها بالطاقة النظيفة والطاقة البديلة وسوف نتعرف على هذه الأنواع من الطاقة خلال هذا الدرس والدروس القادمة دعونا في البداية طالبي وطالبتي نقوم بنشاط استقصائي لنعمل هذه المراوح لنستفيدها وكيف يمكن لهذه المراوح أن تقوم بحركة الأجسام وكذلك كيف يمكن أن تعطي طاقة أو تحول هذه الطاقة الحركية إلى طاقة أخرى كما نشاهد معا كيف تحرك الرياح الأجسام كيف يمكن الاستفادة من الرياح بحيث تتحرك تلك الأجسام في هذا النشاط طالبي وطالبتي نحتاج إلى عدد من الأدوات من ضمن هذه الأدوات كما تشاهد طالبي وطالبتي لدينا قطعة ورق ثمانية سانتي في خمسة عشر سنتيمترا هذه قطعة الورق يكون طولها تقريبا خمسة عشر سنتيمترا ويكون عرضها ثمانية سنتيمترا كذلك نحتاج إلى قلم رصاص غير مستعمل إضافة إلى ذلك نحتاج إلى شريط لاصق لكي نقوم بلصق هذه الورقة بعد ذلك سوف نحتاج إلى أربع قطع من الورق هذه الأربع القطع من الورق طول القطعة ثمانية سانتي وعرضها خمسة سنتيمترا تقريبا هذه القطع الأربع بعد ذلك نحتاج إلى مشابك ورقية كما تشاهد عدد كبير من هذه المشابك ثم أخيرا نحتاج إلى خيط حتى نستطيع أن نقوم بتطبيق هذه التجربة في البداية طالبي وطالبتي لا بد أن نكون فرضية من هذه الفرضية سوف نطرح تساؤلا ثم بعد ذلك نضع هذه الفرضية نختبر هذه الفرضية دقة هذه الفرضية إيجابياتها أو كانت عكسي ذلك وبالتالي نحقق الهدف المنشود من هذا النشاط كم مشبك ورق يمكن أن أحرك إذا نفخت على نموذج هذه الورقة سوف نكتب إجابتنا على شكل فرضية على النحو التالي كلما زادت سرعة الرياح المؤثر على المروحة ماذا سوف يحدث لهذه المروحة كلما زادت سرعة الرياح لهذه المروحة ماذا يحدث؟ أحسنتم رائعون إذن افتراض أو سوف ندري فرضية ونقول أنه كلما زادت سرعة الرياح سوف بذلك طالبي وطالبتي تزداد سرعة المروحة إذن تزداد سرعة الرياح وبذلك سوف تزداد سرعة هذه المروحة بعد ذلك طالبي وطالبتي ننطلق وإياكم إلى الفقرة الأولى أو الخطوة الأولى من خطوات اختبار هذه الفرضية قم طالبي وطالبتي كما تشاهد عبر هذه الصورة قم بلف الورقة التي ذكرناها وكان قياسها 8 سانتي في 15 سانتي قم بلفها حول قلم الرصاص كما تلاحظ ضع قلم الرصاص في هذه المنطقة ثم قم بلف هذه الورقة بهذا الشكل وضع بعد ذلك لاصقا على الأطراف بمساعدة صديقك بحيث تأخذ هذه الورقة شكل الأنبوب تأخذ الشكل الأنبوب حول ذلك القلم في الخطوة التالية طالبي وطالبتي ألصق قطعة ورق 5 سانتي في 8 سانتي القطع الأربع التي ذكرناها في الخطوات أو في الأدوات التي ذكرناها قبل قليل نأخذ أحد هذه الأوراق وننصقها من طرف القلم لأشكل ريشة للمروحة ونثبت كذلك بقية القطع الورقية بنفس الطريقة لنشكل هذه القطع الأربع تشكل ريش هذه المروحة بعد ذلك طالبي وطالبتي في الخطوة التالية كما تشاهد إذن قمنا بوضع هذا الشكل كما تلاحظ معا طالبي وطالبتي هذا الشكل الأول الأنبوب الذي يكون ملفوفا حول قلم الرصاص وهذه الأوراق الأربعة التي تشكلت عبر هذه الريش ثم بعد ذلك من الجهة البعيدة من الجهة الأخرى في هذه المنطقة قم بوضع خيط أو حبل بهذا الشكل كما تلاحظ أمامك في الجهة البعيدة أو في الجهة الأخرى ثم بعد ذلك سوف نمسك قلم الرصاص من أحد الأطراف ثم نقوم بنفخ ريشة العجلة ونشاهد ماذا يحدث لمشابك الورق إذن نبدأ طلابنا وطالباتنا بهذا النشاط نشاهد معا هذه الريشة كما تلاحظ طالبي وطالبتي هذا الأنبوب الأول والذي قمنا بوضعه داخل أو بلفه داخل قلم الرصاص مثلا وهذه الريش التي قلنا قياسها ثمانية في خمسة سانتي وقمنا بلسقها في هذه أو عبر حدود ذلك الأنبوب ومن الطرف الآخر كما تلاحظ طالبي وطالبتي تشاهد وضعنا حبل في هذا الحبل سوف نقوم بوضع مشابك الورق لنبدأ وإياكم ونضع مشابك الورق معا نضع المشبك الأول مثلا لنضع عددا من المشابك هذا المشبك الأول ثم كذلك نضع المشبك الثاني مثلا ونضع المشبك الثالث بهذه الطريقة مثلا نضع مثلا خمس مشابك هذا المشبك الرابع وآخيرا هذا المشبك الخامس وضعنا خمس مشابك في هذا الحبل أو هذا الخيط ونشاهد معا ماذا يحدث عندما نقوم بنفخي بهذه الرياش بهذا الشكل وضعنا المشابك كوزن في هذه الجهة ثم نأخذ قلم الرصاص أو حتى ماصة وبعد ذلك نضعها بهذه الطريقة ثم نقوم بالنفخ شاهد معي ماذا يحدث للمشابك ترتفع إلى أعلى أحسنتم ترتفع المشابك إلى أعلى نعيدها مرة أخرى لاحظ قامت هذه المراوح برفع هذه المشابك إلى أعلى إذن هذه المراوح اكتسبت طاقة وهذه الطاقة أعطتها لهذه القوة لهذه المشابك بأن ترتفع أو يرتفع هذا الأنبوب أو يرفع هذا الأنبوب هذه المشابك إلى أعلى نعيد مرة أخرى إذن شاهدنا كيف يمكن طالبي وطالبتي لهذه المشابك أن ترفع أو أن يرفع هذه المروحة ترفع هذه المشابك إلى أعلى إذن الورقة التي على القلم سوف تحرك وترفع مشابك الورق باتجاه الأنبوب إذن لاحظنا ارتفاع مشابك الورق باتجاه الأنبوب لننطلق طالبي وطالبتي إلى الخطوة الخامسة نجرب كم مشبكا يمكن أن نضيف حتى يصبح من غير الممكن رفعها بالنفخ على هذه الريش ذكرنا طالبي وطالبتي أو شاهدنا أنه عندما وضعنا خمس مشابك ورقية استطعنا بذلك رفع هذه الريش عبر ذلك الأنبوب ولكن سوف نحاول الآن بوضع ريش أخرى تحتوي هذه الريش على خمس وعشرين قطعة أو خمس وعشرين مشبكا ورقيا ونشاهد هل يمكن أن يقوم ذلك الأنبوب برفعها أم لا نشاهد معا لنأخذ نموذج آخر جاهز حتى نستفيد من الوقت لاحظ معي هناك في هذه الصورة خمس وعشرون مشبكا ورقيا في هذه الصورة إذن بعد ذلك سوف نقوم بوضعه بنفس الطريقة هو نفس الشكل السابق أنبوب خمسة عشر في ثمانية سنتيمتر وهنا أربع ريش كل ريشة تحوي العدد أو كل ريشة يكون مساحتها خمسة في ثمانية سنتيمتر نضع الأنبوب أو حتى قلم الرصاص بالداخل ثم نقوم بعملية النفخ نشاهد معا ماذا حدث؟ هل ارتفعت هذه المشابك طالبي وطالبتي؟ شاهد معي هل استطاع الأنبوب أن يرفع هذه المشابك؟ قمنا بزيادة عملية النفخ ولكن لم يستطع الأنبوب أن يرفع كمية خمسة وعشرون مشبكا ورقيا إذن بذلك طالبي وطالبتي كم عدد المشابك التي لا يستطيع أن يقوم برفعها أو كم مشبكا يمكن أن أضيف حتى لا يمكن رفعها عن طريق هذه الريش؟ أحسنتم رائعون إذن نقول خمسة وعشرون مشبكا لا يمكن بذلك رفعها فبالتالي اعتمد ذلك على الرغم من قوة الرياح لا نستطيع أن نرفع عدد العدد الأكبر من هذه المشابك عبر هذا النشاط لننطلق وإياكم طالبي وطالبتي إلى الخطوة السادسة كيف يمكن لطاقة الهواء الناتجة عن عملية النفخ أن ترفع مشبك الورق؟ كيف يمكن لطاقة الهواء أن تستطيع أو أن تقوم برفع هذه المشابك الورقية؟ أحسنتم رائعون إذن تستطيع طاقة الهواء أن ترفع هذه المشابك عندما تستخدم طاقة الهواء المتحرك الذي قمنا بنفخه عبر ذلك الأنبوب وبالتالي دوران الأنبوب ومنها سوف يرتفع بذلك مشبك الورق في الخطوة السابعة طالبي وطالبتي في قطوة الإسلنتاج ما هو توقعك في عرض الريش عندما نقوم بوضع ريش أكبر عرضا أو أعرض من الريش التي وضعناها؟ ما هو توقعك في رفع هذه المشابك؟ هل يساعد ذلك في رفع المشابك حتى لو كانت أكثر؟ أحسنتم رائعون إذن عندما نتحدث عن عرض الريش فسوف نشاهد أنه كلما زاد عرض هذه الريش سوف تتعرض لكمية أكبر من هذا الهواء أو هواء النفخ أو حتى من الرياح وبالتالي تستطيع هذه الأداء أن ترفع مشابك الورق إلى مساحة أكبر أو إلى ارتفاع أعلى بعد ذلك طالبي وطالبتي ننطلق إلى الاستكشاف الأكثر بإمكانك طالبي وطالبتي أن تقوم بعملية الاستكشاف الأكثر لتلاحظ ما النتائج التي يمكنك الحصول عليها إذا استعملت ريشا ذات أشكال مختلفة جرب طالبي وطالبتي استخدام ريش تكون أقل مساحة أو حتى ريش أكبر مساحة لاحظ طالبي وطالبتي استخدام مشابك ورقية من البلاستيك مشابك ورقية من الحديد لاحظ كيف تتغير الأرقام عبر استخدام الريش عبر سرعة الرياح عبر نوع المشابك الورقية واستكشف ذلك أكثر عبر نشاط تستطيع أن تقوم بأدائه في المنزل ننطلق وإياكم طالبي وطالبتي في الفقرة الأولى من درسي هذا اليوم لنجيب عن هذا السؤال الأساسي والذي يمر علينا أو سوف يمر علينا دائما في خلال هذا الدرس هذا السؤال يشير إلى ما المصادر التي يحصل منها الإنسان على الطاقة إذن السؤال الأساسي في هذا الدرس التعرف على أهم المصادر التي يحصل فيها الإنسان على الطاقة لدينا عدد من المفردات سوف نتحدث عنها في خلال هذا الدرس والدروس القادمة من هذه المفردات الأحفورة وكذلك الوقود الأحفوري والموارد غير المتجددة وأخيرا الموارد المتجددة سوف نتعرف على هذه المفردات تباعا ولكن قبل ذلك لا بد أن نقوم بعملية القراءة عبر إقرأ وأتعلم لنستطيع أن نضع الحقائق في جهة والآراء في جهة أخرى سوف نستكشف العديد من الحقائق عبر هذا الدرس وعبر هذه الدروس وكذلك العديد من الآراء التي سوف نوفرها بإذن الله تعالى خلال هذا الدرس والدروس القادمة بإذن الله تعالى دعونا نبدأ طالبي وطالبتي في الحديث عن الخطوة الأولى من درسي هذا اليوم ألا وهو الوقود الأحفوري إذن ما الوقود الأحفوري؟ منذ ملايين السنين تستعمل النباتات طاقة الشمس لكي تنمو وينتقل جزءا من هذه الطاقة إلى الحيوانات التي تتغذى على النباتات بعد موت هذه الحيوانات وبعد موت هذه النباتات سوف تدفن في التربة وتتشكل فوقها عددا أو عدة طبقات من الرسوبيات إذن بعد موت هذه المخلوقات الحية أبرو ملايين السنين التي عاشتها سابقا سوف تدفن في التربة ثم بعد ذلك تتشكل أنواع من الرسوبيات إذن ما فائدة هذه الرسوبيات؟ نشاهد معا طالبي وطالبتي بعد ذلك طالبي وطالبتي أو في ظروف معينة يمكن أن تحفظ بقايا المخلوقات الحية التي عاشت في الماضي وكذلك آثارها عبر هذه الصخور التي تحدثنا عنها وهي الصخور الرسوبية لتكون بذلك الأحافير إذن ماذا نعني بالأحافير؟ هي عبارة عن بقايا المخلوقات التي عاشت في الماضي أو آثارها والتي بقيت عبر هذه الصخور الرسوبية وتكونت واستطاع الإنسان أن يحصل عليها لنشاهد عبر هذه الصورة طالبي وطالبتي هذه عبارة عن قوقعة موجودة على اليابسة وهي عبارة عن أحفورة لمخلوق حي كان يعيش في الماء إذن نلاحظ وجوده في منطقة اليابسة وهو أصلا كان يعيش في منطقة المياه إذن هناك تغيرات حصلت للأرض حتى استطاع هذا المخلوق أن يتكون في تلك المنطقة اليابسة رغم أن بيئته ونظامه البيئي هو المياه إذن ما الذي حدث؟ نستطيع عن طريق هذه الأحافير التعرف على ما حدث لمعالم الأرض وكذلك التعرف لهذه الأحافير ومدة زمنها بالتحديد لننطلق بعد ذلك طالب وطالبتي في الفقرة الأخرى لنتحدث عن عند دفن النباتات فإن الوزن الهائل لطبقات هذه الرسوبيات يتراكم فوقها ويؤدي إلى تعرض بقايا النباتات المدفونة إلى حرارة وضغط والسبب من تكون الحرارة والضغط هو الوزن الهائل لهذه الطبقات الرسوبية لذا سوف يتكون عبر هذه الحرارة وعبر هذا الضغط نوع من الفحم الردي وهذا الفحم الردي نسميه الخث بتراكم الطبقات مرة أخرى وزياد عملية الضغط والحرارة سوف يتحول هذا الخث إلى الفحم الحجري إذن نلاحظ الخطوات التي مر بها هذه البقايا من المخلوقات التي عاشت في الزمن الماضي عبر هذه الرسوبيات والتي تكونت نتيجة الضغط والحرارة ليتكون لدينا هذا الخث بعد ذلك يتكون لدينا عبر حرارة المزيد من الحرارة والضغط ما نسميه بالفحم الحجري ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي لنشير إلى الفقرة الأخرى ونتحدث عن ماذا يحدث بعد ذلك عند دفن المخلوقات الحية تحت الرسوبيات في قيعان المحيطات فإن بقاياها سوف تتحول نتيجة كذلك نتيجة الضغط والحرارة وتأثير أنواع من البكتيريا إلى نفط أو حتى غاز طبيعي يسمى كل من هذا الفحم الحجري السابق ذكره قبل قليل والنفط والغاز الطبيعي الوقود الأحفوري إذن ماذا أو مما يتكون هذا الوقود الأحفوري طالبي وطالبتي أحسنتم يتكون الوقود الأحفوري من الفحم الحجري وكذلك النفط والغاز الطبيعي بعد ذلك طالبي وطالبتي ننطلق وإياكم إلى مكونات أو نسألكم عن مكونات الوقود الأحفوري ذكرنا قبل قليل أن الوقود الأحفوري يتكون من ثلاث مكونات ما هي أحسنتم رائعون إذن يتكون الوقود الأحفوري من كما تشاهدون أمامكم الفحم الحجري وكذلك النفط والغاز الطبيعي وهذه المكونات تتكون حسب تتابعها عبر ملايين السنين نختتم درسنا طالب وطالبتي في اختبار أو اختبر نفسي سوف نشير إلى المفردة أو المهارة التي تعلمناها في بداية الدرس وهي حقيقة أم رأي الطاقة التي نحصل عليها من الوقود الأحفوري مستمدة من طاقة الشمس هل هذه العبارة حقيقة أم رأي هل هذه الطاقة التي تأتي من الوقود الأحفوري قادمة من الشمس مباشرة أحسنتم هذا يعتبر طالبي وطالبتي رأيا وليس بحقيقة يمكن إثباتها لأنها تحتاج إلى ملايين السنين ننطلق إلى السؤال الآخر وهو سؤال التفكير الناقض لماذا لا يمكن العثور على أحفير في الصخور النارية تحدثنا أنه يمكن العثور على هذه الأحفير في الصخور الروسوبية ولكن هل يمكن العثور عليها في الصخور النارية ولماذا لا يمكن الحصول عليها إذن نتفق بأنه لا يمكن الحصول عليها في الصخور النارية وما هو السبب؟ أحسنتم لأن كما ذكرنا لكم سابقا أن الصخور النارية تحتوي على مادة تنصهر وسوف تسبب تحطم هذه الأحفير في ختام درسنا طالبي وطالبتي نشير إلى هذا الواجب المنزلي وأريد منكم طالبي وطالبتي تدوين هذا الواجب والواجب يشير إلى التساؤل يقول بما يتكون الوقود الأحفوري أو ما هي مكونات الوقود الأحفوري إذن إلى هنا طلابنا وطالباتنا وصلنا وإياكم إلى ختام درسي هذا اليوم إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في درسنا في الحصة القادمة لاستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته